طب هي ممكن أختها تكون طرف اللي حصل ده كله فعلاً؟ إن هي كانت عارفة؟ إن؟ إنه هو عنده مريض صرع ومعندهوش قدرة إنه يتجوز أو ما ينفعش أنه يتجوز يا جماعة وهم عملوا فيه كده؟ هي عارفة أو مش عارفة المشكلة بتاعت الأسرة دي إن خلاص ما بقاش في حد هيصق في حد وكلهم عالقين في حتة مهمة الناس هتقول إيه؟ حتى أميرة أميرة بعتلنا عشان هي مش قادرة تاخد قرار برضو لأ هي أنت خلي بالك لما تجيلك مصدر الثقة في الدنيا وتقول لك الناس هتعيرني بيك هتتهزي يعني لما أنت اللي بتديني كل الثقة لما أنت The power of her زي ما بيقوله أو قوة الأم بس ده ما حصلش بتقول لها يعيروني بيك هي ما تدتهاش أصلاً لأ قلت لها ما أنت خلاص أنت رجعتيني عن قراري أنا وجيته لتلك أنا عايزة مساء ده أنت بتخافي لما أمتك تقول لك تلبسي الجاكت وانت نازلة وانت ما تلبسيش لا الدنيا تمطر يا شيخ ببالك بها فهمها وتقول لك أنا قلب الأم وفعلاً بيحصل بس هي مامتها مدتهاش حاجة مدتهاش ولا power ولا her ولا لأ قلت لها تعير بيكي في خلاص يعني مصدر الثقة ليا إن الأول مامتها حصل فقد للثقة فيها الأم والأب من ساعة الجوازة الأولى وفي الجوازة الثانية محدش ساعد ولا دعم ولا شال ولا راح المستشفى ولا دخل العمليات ولا دفع كل أشكال الدعم النفسي والعطفي والتواجدي والمادي كله لم يحدث فخلاص بس إتيوش حاسة إنه أميرة كل شوية بتهرب بحاجة ومش حاسة إنه في جزء في قصة أميرة ناقص معاكيد أختها مش مش هتعمل كده برضو من فراغ مش أنا مكر أكون بدايئها أو بغزها أو 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 أختها أنا بتخيل إنها مش متحققة في حاجة ومش متجوزة وأنا بقول لها أنا حققت وجبت وعملت بس بدل الرجل اتنين وفيه نمرة ثلاثة وإنتي قاعد أه ليه لا فممكن تكون رامت لها كلمتين ثلاثة شعليلتها أكتر شعليلة الأم كان ليها دور غير إيجابي كل ده وارد باب وأنتي مش حاسة إنه كل شوية بتهرب يعني الجوزة التانية دي كتفرد نية تعملها لو أنا عارفة إن فيه أب ما بيشوفش بنته أتجوز وخلف منه بوسي أنا عشان نهرب عشان الحياة بعد عشان أحاول أتخيل هي إيه اللي حصل أنت بتعمل إيه يعني أميرة بتعمل إيه إيه اللي حصل طبعا سوق الحظ وارد وده نصيب في النهاية لا بس فيها فيها علامات الحظر لا يمنع القدر عشان بس نبقى فاهمين إن اللي بنقوله ده مش هيخلي حد مية في المية خلاص تمام ولكن أنا بحس إن أميرة لما قريت حكايتها وسمعتها كمان بصوتك هي محدش علمها تختار إزاي وما شافتش قدامها نموذج للراجل الصحي ما بنقولش ولا مثالي ولا الكلام ده خالص ولكن الرجل الصحي المكتمل الرجولة مش مثالي ولو حاجاته ولو زلاته وكله ولكن رجل قيم بدوره في العلاقة مع الزلات بتاعته هي حبيبتي إن شافتش حاجة خالص فهي بتطبش ويا إما بتعيش في معاناة وهي الوحدها لإنها الوحدها وده صعب يا إما بتبقى بتتشعلق في أي حاجة جات في السك بس ساعات بيكون قدامنا حاجات يا نانسي بتنور قدامنا وبنعمل نفسنا مش شايفينها يعني أنا شفت مثلا راجل بيعمل مراته بطريقة وحشة عظي بيعمل أمه بطريقة وحشة يبقى لما أنا بقى مراته ما أكيد هعمل أمه بطريقة وحشة واحد ما بيشوفش عياله وحشة حناين مع عياله هل يبقى حناين معينا أو معياله بي لحظة يا دكتورة سالي معنا إيه بقى إيه بقى دي بقى حضرتك درجة من درجات الوعي والتعلم نعم والفهم العالية جدا لأ تم ما ده أي حد جدا نو يعني أنا لو شفت واحد بيزعق لمهمتو هتجوزه عشان أنا مختلفة أنا سأصنع الفرق معي سيختارك الواضح لا 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 ده اللي ده اللي مضيع أجيال إنه أنا أكيد معيها يبقى غيره طيب أعمل إيه ما هو موجود يعني هي كتت ممكن تكون كتت مقتنعة بمبدأ I can fix him أو أنا ممكن سأصلح المجتمع أو سأصلحه أيوه طبعا عشان أنا مؤسرة يا خبرة بيض أيوه يعني أنت الوحوة عشان بيحبني تختلف عن القاعدة مؤسرة أنا ونمرتنين عشان بيحبني وأكيد لما جيب بنتي مني أكيد هتبقى بنتي أدي أغلى من بنتي لا ما تهزريش يا دكتور طبعا عندها أمل حبيبتي أمل إيه؟ وما الهول بيجي منين ما الغلب بيجي منين بس الغلب إيه؟ الغلب في الحدوتة إنها تفضل تتعاد وكل مرة يبقى عندها أمل مع إن نفس مكونات الاختيار ما حصلش تطوير ما روحتش لحد أكثر علما بس أو معرفة حتى واللي إحنا بنقول معلش إنه ما خلص معلش يمكن يتغير حتى لو مش عالي اللي هتغيره وحظي وحش آه دي على طول من أو حد عمل لي عمل يعني حظي وحش حد عمل لي عمل يعني الناس بصين لي في حياتي مثلا دي الثلاث حاجات إحنا عارفينهم ممكن تسيبونا في حال نرغش إحنا مش عارفين نعيش حياتي دي بتبص بتحل حاجات كتير جد وده لازم نقوله كده طب أنت يعني تحليلك إيه طيب لجزهة تاني ده الشخصية دي إيه جزهة تاني اللي طلع بيعمل اللي بيكلم ستة تانية أو بيعمل حاجات غريبة على وسائل التواصل اكتشف نفسه فجأة يبدو إنه هو كان عايز واجهة اجتماعية ويبدو إنه ده كان سبب طلاقه أول مرة يعني كانت لازم تسأل على وانا ما يتجوز واحد مطلق أكلم طلقته تفتكري ده أوكي أنا أفتكري ده أوكي جد لا وطلقته مش عايزة تتكلم لا هو مش مزاجك على فكرة أنا أتجوز وفيما ينفعش يتضحك علي بعد إذنك يعملي كير مرة في حياتك قبل ما تموت لا مش شرط بجان آه طبعا يا ممكن تقولي أنا مش عايزة تتكلم وده فيه اختراق لخصوصيتها آه ماه دي مش بس خصوصيتهم هي جزء منها ممكن تبقى مش عايزة تحكيه طب وانا ايه ضماني انه هيقولي القصة الحقيقية أنا بقول ان انتي تدي نفسك فرصة تعرفيه ومفيش داعي للجوازات اللي بتحصل أربع شهور خمس شهور ثلاث شهور يعني أنا مش متخيلة ان حد ممكن يعرف حد في كده يعني إزاي بس فيه ناس يا نانسي بتتبين من أول وهلة ده فيه لسما بتاخدش في إيدك شهر فهمها يعني أرجع وقولك يا دكتورة سالي ده لعلاقة بدرجة أنا احضر الدكتوراه بعد بكرة ده لعلاقة بدرجة الوعي والعلم والدراية لا مش وعي وعلم وديه بس بش طول ما انت قاعدا ينسي بتطعي تحللي يعني هي قالت كذا فطبيعي ممكن يبقى فيه كذا أو كذا أو كذا ماشي ما ده شغلي بس فيه ستات في الحياة الاجتماعية والعاطفية أول ما بتسمع حبيبتي من كتر الاحتياج لأي كلمة حلوة بتذوب زي قطعة شكولات تسأل حد بقى على درجة دكتورة زي أو تسأل دكتورة زيك ونخلص يعني معقولة ما أنا هقول حقيقة هو ده اللي هي مفتقدة إنها تشتغل على أميرة من غير ما نجيب سنيدة دلوقتي يعني أميرة محتاجة ثيرابي أميرة محتاجة تبقى هي كويسة وتبقى هي متمكنة وهي عندها اللي أنت قلت عليه هي عندها الامباورمنت والتمكين بتاع وجودها وقدراتها وإمكانياتها وإنها تبقى عيشة كويس فلما تختار هتختار حد على الأقل كويس مش تبقى بتعاني ومكحراتها فتختار المنقذ